كلامك سواب المشكل فيه انه الناس هذو من اللي عنده محتراز على صندوق النقد الدولي قدموش بديل توا سهلة سؤال مهم ملك للسيد وليد الحجر قتلوا احنا رفضين شروط صندوق وهو متمسكين بشروطه ايه شنو الحال هانا توا عنا يقده شوية شنو نعملو على الاروحنا مش قولك المشكل كما قلت لك ما فهمش حوله جات مجموعة وطيار واللي وحكولنا على البريكس 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 وخزائن الصين ستفتح لي تونس خرج رئيس سافير الصين في تونس قال سيلانس معانتكم حتى حل الا صندوق النقد الدولي الصين راي ما تعطيش فلوس الصين تعطي مشاريع وتنفذها هي واسع من الصندوق صين باي انت في وضعيتك الحالية انت مودان للصندوق الصندوق يحب منك كيم انت عندك بانك تحب منك مئة مليون ما تجيش تقول ايه توا نحب مبدل البانك دا كور خلص وبره امشي دبر بانك اخرى انت مودان ليه عندك معاه موشق عندك معاه باسيف كبير القى في حل هاي وجيب بديل هذا هو وانت توا اخوية تكون معناها على مفارقة في تاريخ المالية العالمي مش حتى التونسية اعطينا بديل احنا مش كنت نوين ختابنا الرسمي قايم على الرفض وعلى الضدية على اللا ترح بدائل وممكنه يتبنى ختاب الرسمي من عدم عمسة اخرى تصور جوزة منه نعملوا على الروح تصورك اختصروا لي فبشي شو فاس نوبرم اتفاق مجزي مع صندوق النقد الدول يوخر معناها الاجراءات الى اكثر ما يمكن يمططها هذا ممكن زادا مش معناها ما نمشيش في الاجراءات ولكن الاصلاحات تتوخر لانا متعملتش تيلة سنين الماضية سنين الماضية كل ما تعملتش عسر السنوية وعليش ما تعملتش يسوه حكم لا 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 مش سوه حكم ما تعملتش لانه اللي يشدوا الحكم يخموا في مستقبلهم السياسي يقول لك انا مش تراش عودة الرياسة خاصرهم مستقبل شوي حولي النتيج هذيك حكاية اخرى وحسن ان قلتوا بربي واخت اللي يشدوا الحكومات المتعاقبة من اللي يجوا متحمسين قولوا مش نعملوا نصلحات من بعد يدوروا بيها كولات بسم الله المتقن المليقين والمتزيفين اللي هما المستشارين قولوا فك عليكم الاصلاحات انتي توا داخل الانتخابات والاصلاحات هذه مش تفقدك الجماهرية متاعك يولي هو يطفها وهذاك عليش صارت لنا مشاكل مع صندوق النقد الدولي مش قضية شعبية ناس جوع مش حكاية شعبية اذا الاجراءات تتطبق في ظرف سنة و سنتين يجب انك تفاهم صندوق النقد الدولي هذا هو المطلوب يجب انك تفاهم صندوق النقد الدولي اللي راوا الاصلاح في تونس راوا مطلب وطني مانيش نستنى فيه ملاياتك راوا عندي يانا اذية مشكلة الدعم مشكلة عارضوا حتى حتى شغل مش معارضوا راوا من حيث المبدأ تخان تفهم عايشك يا خليفة متغمني راني نعرف شنية المشكلة هون عنا مشكلة الدعم رئيس الدولة قال يا اخوي خاف على السلم الاجتماعي على عيني وراسي طيب يا سيد الرئيس شنو مشروعك في ترشيد الدعم مش قالوا مش نعملوا مينس مش تبدأ تخدم من البرميري جوة شنفيية هذي في قانون المالية تدعو شريه وين اللي مينس تمش تحديد الناس اللي يسحقوا الدعم هاو ما صارش تيماو هذا روء الاغلب لقبلنا شروط الصندوق ولعملنا احنا اصلاحات وبقينا الراحة